الحرب هي الحرب والموت هو الموت حقيقة لا ثالثة لهما لكن ما بينهما معاناة لا تتوقف ومأساة تتكرر في قطاع غزة الذي يعيش سكانه على ركام بيوتهم وحياتهم وذكرياتهم وجثث أحبتهم بسبب اعتداءات احتلال لم يعرف التمييز بين ما هو عسكري وما هو مدني سنبتعد قليلا عن الحديث بلغة الأخبار لأنها مهما قدمت من معلومات لن تشرح للعالم ماذا يعني أن تعيش في أكثر مكان مكتظ في العالم تحت احتلال لا يتوقف عن إيجاد ذرائع ليدمرك ماذا يعني أن تعيش كإنسان فاقد لأبسط حقوقك حتى حقك في أن تحيا بسلام وتموت بسلام لا تملكه ماذا يعني أن تستيقظ لتجد كل تفاصيل حياتك بمن فيها اختفت لمجرد أن طيارا ما لا يعرفك ولا تعرفه قرر في لحظة عبثية أن يرمي صاروخا عشوائيا قاده القدر فوق رؤوس آباء وأمهات وإخوة وأخوات وأبناء وبنات ماذا يعني أن ترى أبنائك تحت الأنقاض وأنت معهم عاجز حتى أن تواسيهم بالكلمات ماذا يعني أن يدفن الطفل آباه وأمه وهو لم يعرف حياة بعد ماذا يعني أن تنجو بأعجوبة لكنك تعيش مقتولا حياتك بأكملها وألاف وألاف من الأسئلة التي لا يعرف إجابتها سوى من عاشها واختبرها هذا هو حال جميع قاطن قطاع غزة لكن الأطفال هم الضحايا دائما هم مشاريع شهداء دائما ويشكلون النسبة الأكبر من عدد الشهداء الذين يموتون تحت أنقاض منازلهم حتى من كان منهم يحاول التعافي نفسيا من آثار الحرب لم تعطهم الحياة فرصة أخرى للبدء مجددا ليستشهدوا مع أسرهم تاركين هذا العالم الأطفال هنا هم الجرح والمشوهون دائما حيث تترك الحرب على أجسادهم آثارا لا يستطيع الزمن محوها من بتر أيد أو أرجل أو إعاقات كفقدان البصر أو السمع الأطفال في غزة مختلفون عن أطفال العالم أجمع فهم الأطفال الذين يكبرون في اليوم عاما وفي العام عشرة أعوام هم الأطفال الذين كتب عليهم الانتقال بين مراكز الإيواء في حالة من عدم الاستقرار التي لا تنتهي عدم ما تخطه الحرب في نفوسهم والتي ينتج عنها صدمات وأمراض نفسية كالخوف وانعدام الأمن والمرارة والسلوك العنيف والاضطرابات الانفعالية والسلوكية التي تشوه طفولتهم وتهدد مستقبلهم للأسف أصبح القلق رفيقا دائما للأطفال في غزة تحت القصف وتبدو بيوتهم ساحة حرب بدل أن تكون ساحة لعب يحاولون جمع ما يستطيعون من ألعابهم بين ركام بيوتهم ويبكون بحرقة ولكن أصعب ما في الأمر أن ترى أطفالا يلاحقون الحياة في كل شارع وزقاق على أمل السعادة لكن ما يلاقونه قتل وإرهاب وتدمير وجنون لا ينتهي ثم صمت وصاروخ وركام وعيون أطفال خائفة لم تفهم بعد أن الحياة في القطاع أقصى من الموت كما يقول آباؤهم الذين يعزون أنفسهم دائما ويقولون هم في مكان أفضل من هنا إيمان لم ينتهي رغم الألم وقاسم مشترك وهو الخوف من الليل